حياتي كل اخواتي الاهلوية في كل مكان يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفهمان لو عايز تدحك وتنفجر من الضح ما تروحش على مصرح ومصر ولا تتفرج على فيلم سماعين ياسين لا اتفرج على أبو لمع الجرجير أبو لمع الجرجير اللي ضيع منه تماما اللي دماغه في حتة وكلامه في حتة تانية علاء عزة استفزوا ورأى عمله أشارة الخمسة يا خرابي عامل زي الأطفال الصغيرة لما تبكي وتخطط بيديها ورجليها في الارض طبرا مش هحرق لكم الفيديو تعالوا نطلع ونسمع ونشوف هبدات وغيز وحرقان أبو لمع الجرجير ونرجع عن كامل الفيديو بتاعنا بس ما تنساش عزيزي الأهلاء وفيد عمنا بلايك وشامل الفيديو ولأول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زي الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بين زرارة خناة التخلات الأهلوية على يوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف أبو خمسة وتأثير الخمسة عليه ونرجع نكمل الفيديو بتاعه يلا رضيك ألف أبروك أسعلاق الله بري فيك تنسيف ده السلام والتحية بتاعتي دلوقتي خمسة بطرسان داونز ده انت واخدين عمسة ده انت حدلوقتي حرك كلم يدينه فرصة بعد إزا فضل أسعلاق يا أسوز عمر أنا مستهد بأضحك بس بالحرارة كامل عمر تكلم لا أسوز علاء أسوز علاء أسوز علاء أسوز علاء زعمر أنت تكلمت خدت وقت سيب الرجل كلمة لا بدون مقاطر لا والله العظيم أنا أعايز أطلع لجوه والله العظيم ألف الله خليك معي لا والله عظيم وحيات ربنا والله العظيم خليات خلي ألشان قد خليك معي فـ أنا أقول لي أنا أضحك على نفسك أنا أضحك على نفسك زال كابتن سيف ربنا خليه كابتن سيف عادي إيه لبي الناس كلهم صبح عمالي سبعة ربما كنت صباح الخير ولا الناس فشاعة في تقول لبعض ببروك ولا هارض لك. ايه في الحياة هارض لك؟ امبارح النادل ايه كان عموعد مع انتصار تاريخي. 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 حد منعوا؟ تاريخي. لا حد منعوا. تاريخي. لا عمر اسمع عمر اش خطر. اش خطر. لا حد منعوا. حرج على حضرتك. هارجع لا حضرتك. انا ايه اللي منع اهلتك. تزالين معاينة بعد. فانا بقول لحلات الجمهور اللي حزين بجد حزين بجد يعني احنا نتيكة خمسة واحد خلاص ان كلنا روحنا للستة و روحنا لأبعد من الستة كمان بننعب وان سيد ايه برضو نفس الكلام ده قاله مبارح كابتا عمد بيتها في الاستودال طب هو جمهور اللي متوقع نتيكة بكامي يعني فرع خزبانة خمسة واحد اللي حصل قدامها ده خلاص انت كابتن سيب جالك فرصة جالك فرصة قدامك فريق ايوه الفرصة دي حتوديك فينا اكتر من كده توديك ستة توديك سبعة ايه المشكلة يعني اعمل سكور تنتهي خمسة واحد هو ده لزعل جمهور اللي يا كابتن النهاية لزعلتنا يعني ان ازاي نفضل ثمانين دي احنا متساديين مباراة باللعب نفسنا في الملعب واني تقدم خمسة واحد وبعد كده يجي فينا جونين يعني احنا كان ممكن جمهور اللي اهي يرضى بخمسة واحد كانت ممكن يعني عادي خلاص خمسة واحد قد الله مش افعل انك سب خمسة واحد بس لكن النهاية ان تخش فينا جونينتي صعبة جدا وكان لها اسباب طبعا تعاطف الحكم طبعا مع زبالك الحكم كان رائع الحكم كان رائع جدا 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 محمد عادل وانا انا وقت حركينا من اسبوع قبل الكم من اسبوع انا باعترض ما حرك على حيث تعاطف الحكم حمد عادل كان رائع حكم كان رائع جدا لكن هو تعمل بروح القانون وتعاطف جدا مع نزمالك كان في حال تنترض حال تنترض مؤكدتين يعني اذا بتخليل زمالك النتيجة خمسة واحد وضربت الجزاء يعني انت مبارح النتيجة اللي ترديك كم؟ خمسة واحد اه خمسة واحد كانت دونيا وكي اه اه خمسة واحد وعا كده لو كان زمالك لعب ناقص حمزة المسلوسي وسبحان الله مش عا فيها كانت البكريت التونسي مع الندى الاهلي يعني كل من عبب بكريت التونسي مع الندى الاهلي تبقى نتيجة كبيرة يعني النقاز وبعد كده دخلنا في المسلوسي يعني ايه السر مبارح اللي دخل فريق زمالك للمباراتين يعني الناس شافت اول شوت زمالك يعني كان خلاص طبيعيا يا كابتل سيف يعني رجع تاني زمالك لشوت طانيه وايس طبيعيا طبيعيا يا كابتل سيف يعني وزمالك هيبالاه انتو مثلا لازم يقوم في الاخر لازم يقوم هيا ب؟ ليه اهMo عشان ايه اللي حصل عندنا perceava ما عربشjs اسألك الخبرات التحكيمة فابري ابول لحضراتك يعني خبرات التحكيم تكلمو فليو مجبال جمهور الاهلي بجد يعني حزين بجد يعني بفرصة وينكن اهه انتو الاهلي في العيبة كتيرة جدا في عضاية شغ crack مع علمinizi قد ادمу اعتزار الجماهير مم كان في المكان افضل من المكان وابدع من المكان طبعا فعشان كده يقول لحالك احنا جمهور الاهلي بعد مباراة مش عارفين يقول له بعد مغروب ولا هردالك بس هي كلمة هردالك تهي الار بجمهور النادي الاهلي فبس انا بس عايز اقول لحالك كمان على حاجة انا قبل المباراة بسبوع قلتلك محمد عادل حالك قلتلي لا قلتلك لا محمد عادل هو الاقرب قلتلك مباراة لكن لم يخسر بطولة هو بطل الدوري مازال هو البطل الحقيقي حتى الان فبالتالي انت خسرت مباراة ما تهدش المعبد لا هتكمل وهتلعب الفريق ريجع في الشرط والتان انا عايز اقول كمان حاجة مهمة جدا ان ازا كان الزمان خسر 3-0 في الشرط الاول ففي الشرط التاني كسب 3-2 فبالتالي يعني معناه الفريق عالي صحيح الفريق في الشرط الاول ما كانش مبقود والاداء ما كانش لا الحزبة جميلة دي والاداء ما كانش يليق باداء الزمان في الشرط الاول لكن الشرط التاني بدأ الفريق استعيد قوته بدأ يعود من جديد ويقدم الكورة بتاعته فبالتالي يعني قعد في منطقة الاهل غات اخر لحظة حتى ان جماهير الاهل بدأت تصفر عذا المباراة تنتهي بالنتيجة دية وحتى ان لعمة الاهل بدأت تطفش فخر المباراة وبيضيع وقت حصل يعني فدأ يعني هكذا تبحرجت عالماتش فتاها ده افاده؟ تبحرجت عالماتش ده يعني الكلام ده عالماتش ده لم يهجل كان بيس هوفر عالماتش ده ولا ايب يبدو لأ حضراتك اكيد مشوفتهelin بس لك سؤال لأ ممكن تكون مشوفتهونش طبعادي عادي بس انت كنت في الستغيو فممكن تكون متشرتش عالماتش انت اللي أطاد تشفتها يعني عادي جد انا طبعا شفتها ان العيت اللي علي ط kneفتها تدخل جون حاجة يعني ما تفناش قبل كده. فطبعا الله في الكورة دي ما يكون يومك اي حاجة تحصل. اه هي يومك يومك. فهو كان فيها نوع من الحظ الشديد اه مع النادي الاهلي فجات جون. اه اه لو اتكررت الكورة بتالي مئة مرة ما كانت شاكيجي بشكل لكن سبحان الله يعني هي جات جون. بعدها مفيش دي او نص دربت جزائي. اه. على اه على نادي الزماني. اه. اللي بتاعت حمزة المسلوسي. فبقت 2-0. خركت من برا طبيري يعني. اي جي فريد مكان عشان يستعيد قوته بيبقى صعب. رأيك ما رح ان. وكمان جي التالت. فبقى 3-0 الشرط الاول. نتيجة كبير. مش مبرر خلص مش مبرر خلص جون مبكر يعني احنا في ماتش نهاية دورة ابطالة افريقيا. اللي هاتي جاء بجون في دياء خمسة. والزمالك صمت. بس هو. لا لا. فوقت وربعة. لا لا. 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 كبتستيب. تسعة دعاية. كبتستيب. الفريق كبير والتيقيل ما يتنصرش بهدف مبكر يجي فيه. انا بقول لها حالة نهاية دورة ابطالة افريقيا. لا لا لا. زمالك دخل فيه سلية جاب جون في الزمالك في دياء خمسة. والزمالك صمت وقدر يوصل لحد ايه ايه اخصار فقارضية يعني. انا بقول لك. تسعة دقايق جو تلتة جوان في زمالك في تسعة دقايق. دي الدربة القاضية دي. ماشي. فرقة تمسك فرقة و تسعة دقايق خمس عليها. كويس. في تسعة دقايق جو تلتة اخدام. طبيعي اي فرقة. عشان ترجع المباراة اخد وقت. ابو جبل. ابو جبل. ابو جبل طبعا يعني هيتحمل جزء الجماهير بتحمله جزء كبير. الولد كل ما بروح لقطة السلية موفق فيها. الرفع بتاع السلية بتاع الشريف. جدا. فيها توفيق. لا. توفيق ليه ده. واحد بيجيتها بشكل غير عادي. انا انا حراق لما. اجدها. عمال هامتة بقى. لا اسأل ايه بقى. عمال هامتة. يعني هو يعني هو يجيدي الطريقة دي. يجيدي الطريقة دي. جدا جدا جدا. ده بيجيبها هدف في تدريبات النادي الاحلي لكل تأسيمها. بكعبه كده. ده كل تأسيمة في النادي الاحلي هيقولك بيجيبها اجوانة كابتن. هو انا انا حراك لما ممسكوا بقى دي عشرين مرة وحطها كده صح. اه يعني هو لعبها ولعبها بسقة لعبة بيلعبها لطول يعني. ايه بلعبها كابتن. ده حافظة صمه وبيلعبها بيجادة ما بتقلش منه اصلا. بس هو نتاحت الضغط وبيلعب بجزة مالك وبيلعب بجزة مالك وبيلعب بجزة يعني عالم علوم لما ب永طار يعني احيانا بيضيع. طب انا عريسي أسألك سؤال انت مؤتقد ان دي يا لقطة. انت بان يمكن mmm عليا. يعني اللعب بجدها بجدها يا كابتن اللعب بجدها. اول مره نشوف عرف ناخ придوane حقار يعني بجدها اه شكلي اللعب بعملها بعملة في فقسدي انا على التمرين. طور انت لتقفاجها تمرين. ممكن يكون يعني هو بتفرج عن تفريق. حاجة غريبة. يعني بعملها في التفريق وماتشات يعني لها الماتش الى زمان كي. كلام جديم فريقية وسيكت لعب. كلام باقي. كلام باقي. كلام باقي. مهدي ما تطلعش اول مرة كده بس. يا فاند فاشي انا مكان عا. فيه حكمة يقول لك ما لا يحدث في التدريب ليوم بحضوصك في المباريات. اه. دي حكمة. حكمة كرب قدم. اه. ما لا يحدث في التدريب لا يحدث موريات. يعني انا لو انا لعبت مية ضرب الجزائب في التمرين وما جبتش هو ضرب الجزائب مستحيل يجبه في الماتش. مين طب. لعبه افضل عناصر متاح حليف. ما يكسب الزائب اعلى ما ما غمبش. دي مكانية لعيبة يا عمر. مكانية لعيبة. صح. يعني محمد شريف ده حد يقدر يمسكه في الفعل زمالك. هو عمل حاجة اصلا. اه. محمد شريف. اه. انت شفته غرف الهدف. محمد شريف اه اه. انت شفته اصلا. فماتشين. فماتشين جابت للتجوان. انا بسالك. فماتشين كمة. فماتشين كمة جابت للتجوان. يا فدم يا فدم. في نجوم كبيرة. لعبت عشرين سنة. ما جابتش للتجوان. برس تاومان عمل مباراة كبيرة? طبعا جدا. نفس المباراة دي دي دهيك خمسة واحد. او ستة واحد. الزمالك ما كانش يجاب غير الواحد اليتيب اللي جاه. ما كانوش قدروا يتكلمه ولا يفتحوا بقوم ولا يقولك مش عارف سانداونز ايه? ده ا همنزل بوست على القناة وعلى الصفحة عندنا في الفيس. فيها كل خمسات نادي الزمالك. خمسات لا تعد ولا تحصى. مغلوب بتاع حوالي مسلا عشر مرات خمسات. من النادي الاهلي ومن فرق اخرى. خمسات خمسات. من النجم السحي خمسة ومن قشانتي كوتوكو خمسة. من الويدات خمسة ومن الاهلي خمسة بخمسة بخمسة. ومرة اتغلب من سموحة خمسة ومن من حرس الحدود خمسة. النادي الزمالك. خمساته كتير. وبتكلم على اول مرة في التاريخ النادي الاهلي اتهزم خارجية من خمسة في وسط عوامل جوية زي الزفت ودرجة حرارة عالية وارض زي الزفت ويعني احنا كانت المباراة النادي الاهلي خارج الفرمة تماما. وخارج التركيز تماما. وفي حاجات كتير كانت موجودة في المباراة كانت بتقدي لخسارة النادي الاهلي بقى اكتر من كده. وطبعا كان وقتها الحارس الشهير شريف اكرامي اللي ضيع مننا بطولات. وآآ يعني كان يعني الله يسمى. فالمقصد من الكلام ما ينفعش تقارن بالمباراة. في ملعبك. في ارضة بالمباراة تانية. في وادي الجبال. في ادغال افريقيا. في درجة حرارة فوق الستين درجة مئوية. ودرجة رطوبة عالية جدا. دي واحدة. التانية احنا في النهاردة. انت بتكلم على سانداونز من اربع سنين. احنا في دلوقت. مش في سانداونز. ثم سانداونز النادي الاهلي غلبوا كم مرة بعدها. كل مقابلات النادي الاهلي مع سانداونز النادي الاهلي بيقصي سانداونز من البطولة. بيقصي تماما. يعني مش بيقربوا بس. لا ده بيطلعهم بطولة افريقيا. كل متيجي القرع على سانداونز الاهلي مع النادي الاهلي يرطب. فقال يا كابتن جرجي لي. لو انت طفل صغير. بتحط صبعك في بقى. ومش بتقدر تتحكم في تصرفاتك. ومسؤول في نادي الزمالك. ومسؤول عن الاعلان في نادي الزمالك. ومتحدي ثلاثمي. زي كان متحدي ثلاثمي باسم نادي الزمالك كده. ما بلق بعقليات الناس العادية. واللي مسؤولين في نادي الزم دي واحدة. التانية بتقلس على شريف وتقول عمل ايه? يا رجل شريف. يا رجل شريف يعني اللي هو رأس حربة مصر كلها لما فيش رأس حربة صريحة زي. تقول لك عمل ايه? افشل اللي بهدلكم. دي هانجي ده انت كنت تطالع من اليومين عم تتكلم على دي هانجي كلام زي الزفت. وتقول لجنرال حظ. جنرال الحظ الحظ ما بيجيش غدل اللي يستهن. انما انت للاسف عندك نوع من انواع الخلل العقلي. معاك احنا للاخر. بس عايز ذات بيعرف كيفة. وبيعرف يدهملة. وبيخلي طلع اللي جواك. وبيخليك تايه? تبقى بتاكل في نفسك وانت هاي عبطول البرنامج على الكرسي. وما بتعرفش تقول طريقة اللعبة كانت ايه? واللعب ده مركزه ايه? ولا بتطلع بس تهبل وتعبط وتقول الوصيف ومش الوصيف. اه الوصيف ده اك خمسة. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعملنا اللايك وشاهد للفيديو. ولا اول مرة تشترك في القناة. ولا اول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وت اختار كل الاشارات عشان ينصلوا لكل جديد بينزل على قناة تخيات الهلوية على اليوتيوب. واشكركم مرة وانتين وثلاثة عشرة. كان نعاكم اخوكم هانيو شراوي. والسلام عليكم.